السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل اي مخطط مرسوم على الاوتوفلود لو تم نقله على جهاز بدون برنامج الاوتوفلود سوف لا ولا يحصل اي خلق اذا ممكن تعطينا البندة بتاعت الاينوت والله ما معايا بس هي بسيطة خالص انت تقدر تاخد ابعاد اللوحة الاينوت والا والاون وتقوم رايح عامل مستطيل بالابعاد الخارجية بتاعتهم وتحط البندة وتقسمها براحتك انا خلال ايام هعملها بازن الله وبقى ربعتها لكم لما ارسم اوتوفلود وعايز اعمل كنترول زد ما تزبط كنترول زد في الاوتوفلود مش ما بتزبطش هي بتشلك خط خط نقطة نقطة فطبعا انت علشان ترجع خطوة مش هترجع بسرعة فالحل اللي انت تمسح الجزئية اللي انت عايز ترجعها وتبتديها تاني ممكن تتمرن اكتر على استلام احنا لسه ما تمرناش اصلا احنا لسه ما تخلناش في التكنيكل احنا مجرد بنرسل خلوا بالكو احنا لسه ده يعتبر الاسبوع التاني فبالش تضغطوا نفسكو اكتر لو جاننا تعديل من الاركيتيكشة وعايزين نعمل اكسيرف حاضر هشرح لك الانشاء حاضر لو جان كل التلت اسئلة دول واحد اللي يفهم واحدة خلاص كله زي بعض ممكن نتعلم ازاي نطبع مجموعة خراية مع بعض بدي اف عادي خالص انا سايب ده بس في الاخر اقولي الحاجات السهلة لو ممكن نعرف لكل نوع خراية الانوت اللي سكيل دي ما بتتحسبش دي بتتحسب على حجم المشروع مش ممكن يبقى مشروع كبير جدا كارية سياحية فتقسموا بارتاط او تكبر اللي سكيل قوي فده بتتزبط على حسب مقاس اللوح ما ننسيتش الاسئلة اللي فوقها ارجع عليه ايه افضل شيء في الفونت واللين ويت والتيكست هيت بص الكلام ده بابش عكس ما احسن شيء احسن شيء هو اللي بيبقى شكل حلو في اللوح وهبعتلك استنبا بس في الفايرفايتنج والبلمينج اتوضح الكلام ده طيب اما نيجي نرسم صرف سؤالي في توزيع البلاطات انا معرفتش اوزعهم عشان الزيادات هوزعهم لك دلوقت ازاي عمل بين assignment بين assignment زي السؤال اللي هو ده اعلم هالك بردك دلوقت كيف تحول الضغط من مربع الى مدور لتركيب الفلكسب بيكون كبير طب ما تهيك يلا نبدأ من تحت الاخر عشان الاسئلة تعتبر كده خفت هجسم دلوقتي autoflowit اهو ضغط اهو وليكن اهو ربعمية 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 وخمسية اهوكي اهوكي ارسم دكتر كده الكيمية الاينا اهو عاجة اسمها circle transformation اضغط عليه ايجي ولي انت عايز تحوله الى ايه يعني ده كان مربع عايز تحوله الى ايه عايز احوله الى مدور مقاسه مثلا مئتين وخمسين عشرة بوص اوكي يجينا يقول لي عايز طوله قدقاء اهو طوله معلوم اهو انت اللي بيدخله عايزه مثلا طوله 300 عايزه 400 عايز شكله عامل ازاي اهو عايزه في النص ولا من فوق في النص اهو بس اهو اهو بس دي فا ايه مش فا ايه مشكلة ايه اتحكمت لك هنا وحولت لك من مربع لمدور بنقى الصين ما انت هتنشرحها بس نعمل الار ري الاول بس وبعد كده نقفل بال اكس ايه غرف ده يعتبر اغلب الاسئلة الار ري عندي هنا مستطيل عشوائي اهو ولا عرف ابعاد عايز اعمل له ار ري اجيب خط اغير بس لونه عشان اميزه خليه مثلا نصفر افعل الاسناب يعني المشكلة اللي بتباني عندكم الاسناب كل شوية تهنيج عادي خلوا بالكون ان الاتوكات احنا مقرقينه يعني بالبلد كده سارقينه اضغط كده على الخط اللي احنا عملناه ونعمله ار ري ار انتر يقول لك انت عايز ايه ريكتانجلر اهو نلاحظ اللي ثلاثة كده اهو ثلاث صفوف واربع اعمدة قرب كده هتلاقي في اربع اعمدة بس المسافة ما بينهم صغيرة قوي طب جميل انت يلزمك الثلاث صفوف لا عايزهم صف واحد اوكي طب الاعمدة انت عايز المسافة ما بين كل عمود وعمود قد ايه عايزهم بستمية اهو اهو لاستين سنتر طب انت عايزهم في الاتجاه ده لا انا عايزهم في الاتجاه التاني اكتب سالب او تيجين اهو او لما تقلب لون بورتواني اضغط عليها احيانا بتهنك حاجات بسيطة اهو احاول بس معاها كزا مرة هتلاقي ازبطت اهو 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 ازبطت اهو تفضل ماشي 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 اهو طلعت بره انت عايزها تطلع بره لا اما تطلعش بره انت اخرك شايف اختلع تاني دي يعني بره اكمله طب هي لازم تبقى بره اكمله لا مش لازم تبقى بره اكمله اخر اكل لانتين هوا بس في هنا حصل لك اه حصل لك اه حصل لك ايه مش بره اكمله مدى وارد يحصل مدى اللي بيحصل في الطبيعة عاصله عايز تعملوا اسسيشن يعني كلهم بحتة واحدة لا كل واحد لوحدة shees طب عايز تعمل بره اتانية اهو 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 لا تحدد الخط وتعمل له Array Rectangle أريد أربع صفوف؟ لا أريد أصدر أربع عميدة؟ لا أريد عمود واحد طب الصفوف هي اللي أريد المسافة من بينها تبقى 600 عشان احنا وحداتنا بالملل طب هي جاية لك المرة دي عدلة تيجي تمسكم من هنا يا رايز اضغط بس كذا مرة كده لغاية تمال لونة هاو تفضل ماشي 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 هل تريد هذا؟ لا هل تريد أن تقف لغاية هاو؟ نعم هذا طبيعي اللي بيبقى لك هنا في حاجة اسمها شطرة وهنا في شطرة ليس لازم يعني تتقفل بالزبط في بعض الأحيان بقى في بعض الأحيان بيقوموا عاملين ايه؟ بيقوموا عاملين جبس على الداير هاو على الداير كده علشان يسرقوا بالشطرات دي بس ده مش مهمتنا احنا مش بيع عمارة طيب ايه ما بين الصينمينت دي؟ هنخش هنا على ايه؟ هنعمل كنترول بي هنجي هنا هنعمل هنا نيو هنعمل هنا نيو 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 نيكس هتسميه ايه حضرتك؟ او تحطه في ايه؟ وليكن مثلا هنا هنجي هنا هنجي هنا هنختار وليكن اي حاجة من دور بدلا ما نعمل واحدة جديدة نيو هنعمل هنا في البتر مثلا ونخش هنا على التعديل ونحدد اول واحدة وننزل تحت خالص نفضل ضغطين على شفت ونحدد اخر واحدة تحدده كلهم بعد اما تحدده كلهم هنجي هنا هنجي هنا هنجي صرف مثلا جميل كده ونعمل نسميه مثلا بين اسمك مثلا اي اس اتش دلوقتي بقى بين اسمك تيجي تمسكوه دلوقتي لون لون تعمله لون لون مثلا اللحمة تيجي اللحمة ده انت عايز يبقى تقوله قد ايه عايز يبقى نوعه ايه عايز يبقى شكله عامل ازاي كل الاعدادات دي تعمله ايه طبعا الكلام ده على ايه لون لون طبعا دلوقتي بقى فيه اي اس اتش بتاعتك هاي تمسك ده بقى نصة او خمسة من مية تمسك ده لسه صفر زماو تزبط كل الالوان بعد اما تزبط كل الالوان عايز تعمل لها سيف از مرة تانية بحيث ليبقى ده ديفولت بتاعه بعد التزبيط اوكي بس كده هو ده البيان اللي هو اعدادات الاخراج بتاعت الالوان اللي احنا كنا بنستخدم في البترن او مونيك روم او نان او ايه كاد كنا كل الكلام ده بنعمل بدلا ما احنا نعمل ايه ويحصل مشكلة بس معنا تمام كده بمنتهى منتهى البساطة يعني البياني ممكن اعدادات احنا كنا سعيبينها في قيمة option او بي انتر كانت هنا في البلوكت بتاعنا دي كانت اعدادات الطبعة اعدادات الطبعة بتاعتنا احنا عملناها في الكنترول بي احنا زبطنا اعدادات الطبعة بتاعتنا بس خلي بالك اللي انت هنا المصار الطبيعي بتاع الطبعة يعني انت من غير ما تغير المكان هتلاقيه على طول الديكيومنت ده معناته ايه معناته اللي انت لو وقف في اللي او اتعمل كنترول بي وجاي تعمل اوكي تسايف هتلاقيه على طول فين ده يعني ده مسلا اطلع لك مظبوط اما الطبيعي اللي هيطلع لك على طول في الديكيومنت بس انا عشان غيرت المصار وخليته وبرا كنت كل مرة اضغط على الديسك كتوب عشان يسايف وهو جيه متغير عندي اما الطبيعي في الديكيومنت جميل كده طيب نيجي بقى لأصعب مشكلة ودي حاجة انا ما يعني انا كنت سايبها قدام اوي نشرحها بس الباشمهندس زكريه تقريبا هو اللي تطرق لها وهي ال XRF هنتعلم يعني ايه XRF ونفهم يعني ايه XRF بس ده محتاجينه في فيديو لوحده عشان ما يتشتتش مع الحاجات دي تمام كده على الروأة كده بقى ونفهمه شكرا لكم